اشتركوا في القناة الحكم كذلك جاء حكماً رادعاً لكل من سولت له نفسه التطاولة على شرف وأعراض الناس بالنسبة للأحكام يعني ارتأ نظر السيد رئيس الجلسة المحترم الحكم على كل واحد من المتابعين الثلاث في هذا الملف بعقوبة حبسية نافذة حددها في سنتين بالنسبة للتعويضات باستثناء لمركز الوطني لحقوق الإنسان والسيدة سعيدة شرف الذي قضى في حقهم بعدم الاختصاص في مطالبه المدنية فقد حكماً بتعويض قدره مئة ألف درهم لمعظم المطالبين بالحق المدني في هذا الملف وللسيد محمد الماديمي بصفته الشخصية بتعويض قدره خمسين ألف درهم وكذا للسيد نورتين الغرابي الذي نصب نفسه كذلك مطالباً بالحق المدني في هذا الملف بتعويض كذلك قدره خمسين ألف درهم اللهم لا شماتنا تنشوف أننا سنتعين سجن نافذة قليلة في حقهم قليلة في ذلك العصابة الإجرامية قليلة جداً 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 في ذلك العصابة الإجرامية إنما أشفاء غليلنا إنما أنه يقفي أنه ما كانش البراء يقفي أنه ما خادوش البراء أنهم تدانوا في حكم رسمي تنتق به سنتين خمسين عشر سنين المهم أنهم أخذوا حكم هذا هو المهم عندي أنا ما كتنهمنيش حلا ياخدوا عامين تلت سنين عشر سنين ما كيهمنيش المهم أنه تنفد في حقهم حكم هذا هو المهم